طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث ورحمة للعالمين محمد بن عبد الله السادق الأمين وأما بعد أنا دار أكلم في ثلاثة نقاط رئيسية أو أعقب على ثلاثة نقاط رئيسية أولا الجهد فإذا افترضنا أن وجدنا الجهد موجود حتى من عند الله سبحانه وتعالى لا أرى السانحة اليوم إنها تتيح للجهد بذات الجهد المبنى على السيف والصراع الحاجة تحصل إنها تقوم مسلحة وكذا كوسيلة بالنسبة لانتشار الدين الإسلامي فالسند والمثال الآن الموجود عندي إن كان مثلا الجهاد يبنى على القوة هو العتاد العسكري الموجود فلن نستطع أن نوصل الدين الإسلامي لأبعاد بعيدة على مستوى العالم ولكن بحمد الله وقوته بنطوك الفكر والعلم والمعرفة استطاع العلماء المسلمين أن يوصلوا الدين الإسلامي أقصى بغاية العرض وفي أمريكا وغيرها فإن كان مثلا العتاد بالنسبة للقوة والحياة دي ما ممكن حتى إنه يلحق الصحراء الكبرى سايد ولكن استخدم العقل قوة العقل والتفكير فإنه بطريقة سلمية كويس وصل الآن يوجد مسلمين في أمريكا يوجد مسلمين في شتى البغاء على مستوى الدول الأوروبية وغيرها وغيرها فإنه شنو النشر ده النشر ده كان عبر العلم والمعرفة وتطور وسائل العلم والمعرفة فإنه أنا بقول لي أخواننا السلفيين يعني إذا غدر الله نريد أن هذا الدين الإسلامي ينتشر بعيدا فأقول لهم استخدام هذا المنبر رائع جدا وكخطوة متقدمة أفضل ما إنه مثلا نشاع السيف ونحضر المدافع والأشياء دي لشان إنه شنو أن نحارب على عرض الواقع هي الآن هي باعتبارها حربة يعني في نشر الدين باعتبارها إنه حربة فأمام نقول إنها حربة بتاعة مفاهيم ولكن حربة لنصرة الله عز وجل فذلك واحد في مفهوم الجهاد يعني البندقية دي طرف لكن المفاهيم واستخدام الماء والأشياء دي فهي مرغوبة جدا وأفضل أفضل كثيرا اثنين العلمانية العلمانية هي أشمل وأوسع مفوما ليه؟ لأنه الآن إن كانت فرنسا مثلا دولة علمانية بإمتياز هي الآن أفضل لماذا؟ لأن فرنسا تحترم جميع رعايا كانوا مثلا مسلمين ولا مسيحيين يهود ولا غيرهم الآن هي كدولة علمانية هي أفضل هي أفضل يعني ليه؟ لأن ما بتضع إنه مثلا الجميع إنه بتدفعهم مثلا جيزية مثلا زي الكنيهة الكاسولوكية وغيره 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 إنها بتدفعها فديل بمارس شعائرهم الدينية كلها بمنتهى السهولة مسلم بمارس شعائره الدينية يهودي بمارس شعائره الدينية مسيحي برضو لا ديني كل أولئك في مأوة واحد في إطار دولة واحدة بتحترم رقم إنه أنا بيختلف مع السياسة بتاعترف الفكام زي نيوكول ساركيزي وغيره ما بيتفق معامله لأنه لكن برضو عندهم بعض الغوانين المجحفة مثلا زي منع التعري التامة كما تمنع التقطية التامة وكده فأنا بشيفة دينة مجحفة في الحق بتاع الحرية الشخصية خويس؟ لكن العلمانيا على كل هي أفضل لأنها بتضع الجميع كلهم في إطار واحد بتحترمهم تحت قيود وغوانين بالنسبة له هي غوانين علمانيا بحثة بامتياز طبعا دي اتنين قال دي التالت نعم عليش تلاتة حرق اللساتك بالشوارع ما بي حرق اللساتك بالشوارع حرق اللساتك بالشوارع وقال دي على أن استطاعة لنا تغير الحمد لله استطاعة لنا رغم أن التغير كان سالب ولا موجب فإن هي استطاعة لنا تغير لأنه أول بشرح الكلام إن شاء الله استطاعة لنا تغير كيف؟ لأنه الثورة دي قامت تحت عن هذه الأساتيق والأشياء والحيات دي وحصل ما فيها ما حصل يعني قتل ودفن وأعمل وسوي وناس ليهم الليلة ما يتلقوا لكن استطاعت برضو تغير ما كانت عندها مدافع ولا كان عندها عتاد عسكر يعني فاستطاعت برضو إنها تغير رغم إنها هي حرق اللساتك بالشوارع اتطورت لحد ما وصلت المرحلة يعني إحنا فيها المرحلة السالبة والنمن السالب سالب فبرضو استطاع التغير كويس؟ بتنقضوا الحكام على مستوى الدولة السودانية فبقولوا ما عارف ديل كيزان وديل مين وديل مين وديل مين لكن الحاجة دي ما بتتكرر في الحكام على مستوى الدولة السعودية فأنا ما عارف ليه يعني؟ يعني إنه الكيزان السلبيات وكلهم يعني ممكن تتنغضوا حتى الرموز ممكن تتنغض والحاجة دي ما بتتكرر أنها بتتنقد على مستوى الحكام مثلا في الدولة السعودية أو الرموز التاريخي الموجودة في الدولة السعودية أو غيرها أو غيرها فإن كان في نقضي إن كان في نقضي فأنا بقول لي أخونا أبو بكر عدام أنت يعني النقضي أما أن يكون للجميع أو إن كان لا يكون للجميع وإن كان النقضي بالنسبة للعمل فليكن نقضي بالنسبة لعمل الجميع إنه هو سيء أو إن لا يكون نقضي بالنسبة لعمل الجماعwide فإذا كانت تنقط على مستوى دولة سودانية؟ نقط على مستوى دولة سودانية ولكن كذلك أنقط على مستوى العالم الخارجي برده الفعل المشين هو مشين بالفعلين كان مثلا في سودان او المملكة او لا ابحث worked الفعل غير موافق بالنسبة للدين الإسلامي هو غير موافق بالنسبة للإسلام فليكن أينما كان يعني كان في غضر قير موافق للدين الإسلام وهو مختلف طبعا يجب أن ينقض إن كان في المملكة يجب أن ينقض إن كان في السوداء يجب أن ينقض إن كان في أي مكان يجب أن ينقض وشكرا شكرا شكرا طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطلاب والإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله قال لا أرى السانحة اليوم مناسبة للجهاد ومشى يفصل قال لا نستطيع الآن أن نوصل الدين بالجهاد إنما الدين وصل وانتشر باستخدام العقل والتفكير والعلم والتطور وضرب مثال بالمنبر بتاعنا أول حيث الجهاد كما بيّن الشيخ أو بكر دحكم رباني ربنا سبحانه وتعالى نزل من السماء في آيات كثيرة كقوله تعالى على سبيل المثال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله طيب وغير من الآيات ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد ذروة أو ذروة سنام الإسلام فهو أعلى السنام بتاع الإسلام هذا الجهاد والجهاد ينقسم إلى أنواع هناك جهاد بالحرب والقتال وبأدوات الحرب سوى كان القديمة زي السيوف والآخري أو الحديثة زي الطائرات الحربية والآخري والصواريخ إلى آخري نوع تاني من أنواع الجهاد جهاد الحجة والبيان هذا نوع من أنواع الجهاد وربنا ذكر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلص عليهم العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار بجميع أنواع الجهاد بالحرب وبالحجة والبيان لكن ربنا قال والمنافقين المنافقين ما جاهدوا بالأسلحة وإنما جاهدوا المنافقين جاهدوا من النبي عليه الصلاة والسلام بالحجة كما قال تعالى وجاهدهم به جهاداً كبيراً وبه يعني بالقرآن وبالحجة التي آتاك الله سبحانه وتعالى لها فدنوا اعتاني من أنواع الجهاد جهاد بالحجة وبالعلم وقد عدى هذا النوع جهاد الحجة والعلم والبيان عده بعض العلماء إلى أنه أعلى نوع في الجهاد لما سؤل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يجاهد أهل الكفر أو الضلال بالسيف والسنان والرجل الآخر يجاهدهم بالحجة والبيان أيهما أعظم أيهما أعظم يعني في الأجر وعند الله أيهما أعظم قال أرى أن الذي يجاهدهم بالحجة والبيان أعظم من الذي يجاهدهم بالسيف والسنان وتقول عند بعض العلماء لكن ده نوع من أنواع الجهاد العظيمة عن كل العلماء بالإجماع ده من أنواع الجهاد فالناس الذين ينكروا الجهاد أول حاجة ما فهمين الجهاد شنوزاته نوع ثالث من أنواع الجهاد جهاد النفس جهاد النفس أما الحديثة اللي بيقوله البلاغاتية جماعة ابتنا العفش تدخل الجامعة تلقى كله علب صلص وصابون فونة وغيره وسراويل معلقة تلعبها ليك ساكن يقول له قول رسول الله رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وغالما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس دل لأنه نفوس مريضة ماذا ريطلع وجاهد بره بس قاعدين في الجوامع وحرسين الموكيتات دل دل ما نفعين والحديث دماء حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جهاد النفس وانا ذكرته أشان بس كتنبيه إنه دماء حديث لكن جهاد النفس نوع من أنواع شنا جماعة الجهاد ربنا ذكره في القرآن قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فجهاد النفس نوع من أنواع الجهاد فما ممكن علماني يجي يقول الجهاد ما بره ومناسب الآن يأتوا يأتوا إذا فهمت أن الجهاد أنواع إنت جيت الآن بجاهدنا أظلتك أن بجاهدنا الآن؟ في جهاد حصل بيننا وبينه الآن قالوا جهاد شنو؟ الحجة كيف أنت تنكر حاجة بالسوية؟ أنت الآن مارست الجهاد تنكروا كيف؟ ما جهادك لكن بالباطل لكن في النهاية جهاد جهدتنا وكل ما بذل الإنسان فيه الجهد والتعب والنصب فهو لغة جهاد أفهم يا علمانين ندرسكم لغة ولا ندرسكم شنو نحن كيميا وندرسكم شنو نحن موجودة كلمة جاءت في اللغة خلي القرآن والسنة كذبع شوي حنجية في اللغة ساكت موجودة من الجهد بلغ من الجهد غايته يعني بلغ من المشقة والتعب شنو؟ غايته العمل الشغل ده نوع رابع من أنوع الجهد العمل زول شغال طلبة لعدتي للمونة وشغال لأسمنتي في ظهره وزول شغال عالتالي بتاع دقيق وعالتالي بتاع شوال السكر وزول شغال طبيب وزول شغال مهندس وزول شغال أستاذ بيدرس في الطلبة ويأود أقعد يأود ما تتكلم يأود ما تكورك يأود أسكت يأود أصبح الكلام نهاره كله في الحصة أستاذ معلم ده جهد ده نوع الرابع من أنوع الجهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه المنذري أو نقل المنذري في الترغيب وصحه الألبان هناك في صحيح الترغيب أن رجلاً عظيم الجسم ذو القوي جماري بالصحابة فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله القوة بتاعته دي لو كانت في الجهات في سبيل الله كان أفضل يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام داري ورمن الجهات في سبيل الله أنواع ماذا ما بيفهم العلمانين دي دي الترنقع ما فهمين علمانين السودانين علماني وصاحب ضلال ورافض للدين وكسلان ما بيقره والله العظيم العلمانين البر داك مع كفره وإلحادهم شوية كده فيهم ناس بيقره وبيطلعه وحتى الشبهات اللي بيجيبوها أشان يضربها الإسلام ممكن تكون شبهات متجددة في بعض جزئياتها لكن دل ما عندهم أي شبه علمانين دي لك في البلد ما عندهم أي حاجة كلام منهم القديم داك بقصة في اللبن وما بعرفوا شنو كلام فارغ ساكن ما عنده أي أساس من القوة ومن الحجة ومن العلم والله لا الليلة أقريب عشرين سنة شغالين أركان لا الليلة ما لقينا علماني جاب له شبه هكذا دي نقوم ونقعد له ونبحثه ما في خالص انتوا لقاكم ما في أي حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام داري علمهم قال لهم لو كان هذا الرجل الجسيم دا خرج على أطفاله صغارا داري اشتغل شان عنده أولاد شفع صغار يجب لهم الأكل فهو في سبيل الله قال لهم دا نوع من أنواع الجهات انت بتنكر دا علماني دا يسمى جهات انت قلت الجهات برا إنه ما مناسب دا عندنا في الإسلام نوع من أنواع الجهات برضو بتنكروا ولا ما عارفوا أصلا من الجهات النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فهو في سبيل الله ولو كان خرج على أبوين شيخين كبيرين الرسول يقول لهم كده ولو كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله عنده أبو أمو عجائز وكبار طالع جبلهم لغمة الكسر مش يشتغل قال لهم دا جهات بسبيل الله قال ولو كان خرج على نفسه يعفها اشتغل شان ما يمد يد للناس فهو في سبيل الله دا برضو نوع من أنواع الجهات فأنا بتحجب من واحد يقول لك العلمانية طبعا العلم هو أول زول جاهل وما بفكر خالص يقول لك لما دايرنا الجهات وما بحبه ما تحبه يعني شو ما بتحب لنا من أحبه الجهات دا دايرنه بس لما نجي ما زي ما قال لك الشيخ لما نجي شروطه وأحكامه أنه نجايد ورا حاكم مسلم رفع راية الجهات إن شاء الله بتشوف الشغل بعدين طيب فذي كله أنواع من أنواع الجهات فالجهات ذروة سنام الإسلام دي عقيدة تعتقد أنت كمسلم بعدين من باب الحرية العلماني دا وغيره من العلماني اللي بيقولوا ما دايرين جهات دين إنت قلت حرية يعني شنو يعني كل ذو الحر مما يناقض الحرية إنك تجد قل لنا شنو ما تجاهده صحيح ولا ما صحيح إنت ما قدرت جاهد قلت دي حرية تك نحن دايرين شنو نجاهد لما نجي وقت الجهاد وأحكامه وشروطه الحديد في الكتاب والسنة دايرين نجاهد حرية ولا ما حرية حرية نحن فكونك تجد تكبت حريتنا دا تناخد في منهجك كعلماني بتدعو لشنا يا جماعة الحرية المطلقة انت ما دارت جاهد نحن حريتنا نجاهد انت ما دائر مرتك وأختك تلبس نقاب حجاب دائرة تمشي نيلي صح ولا ما صح نحن حرين إنه النسواننا وزوجاتنا دايرين نحن كمسلمين بنعتبرهم سلعة غالية أغلى من الذهب والماس ومن جميع الجواهر واليواقيد بنغتيها شما جعل ماني عفن يشوفها حرين ولا ما حرين حرين ولا ما حرين حرين بس دايرنا نغشكم بالحرية كده قبل ما نجيب قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرية انت كحرية حرية ما دار جهات نحن كحرية حرية دايرين جهات صحي ولا ما صحي انت كحرية حرية ما دار أحكموك بالإسلام نحن حرية حرية دايرنا أحكم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعلمانين ده اللي بيرفعوا شعار الحرية وما فيهم زول حر واحد خالص جيبوا ليه علماني حر ما فيه خالص ما فيه أصلا لو أسمع أسمع لو أنتو حريصين وصادقين يا علمانين ويا ملاحدة ويا غيرهم من الشوعين حريصين وصادقين في إطلاق الحرية وأي زول حر وأي زول حر حقه ما تعتر شنو علي واحد اتنين حقه ما تفهمني فكرك لأنه أنا حر في منهجي وعاقبتي معناته ما تتكلم أصلا أنا قلت أي حاجة خلوا حر 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 صحيح ولا ما صحيح كون جيت اعتردت علي مجرد اعتراض ضيناقض شنو يا جماعة الحرية شكذا ما فيه حرية عند جماعة ده المستهبلين وكالسابين العلمانين ده لابد الطلبة يفهموا الكلام ده جيدا وكل الشعارات الرفعوا حرية سلاموا عدالة كلها كذب كلها كذب ونفاق كراسة السلطة والواقع شنو يشهد طيب بعد ده قال نوصل الدين باستخدام العقل والعلم والتطور طبعا نحن زادنا شغالين كده الآن كاميرا تم ما عندك كاميرا زادك وده شغل جاي اشترينا من السوق العربي عرفته وده شغال قاعد والشغل ده بيحضروين وفي ناس هنا بيرفع مباشر وغيره الهن قاعد نوصله والحمد لله صوت الاسلام وصل اكتر من العلمانين في البلد دي صح او لا ما صح؟ صح او لا ما صح؟ دهك العامل شعره طويل دهك مولانا مين ما عرفه دهك؟ دهك شغال خاشي خاشي ومارك وين ونازل الشرطة قاعد يمشي يشكي من المنبر ده قال قال المنبر ده لابو دي جيف ده ما كبتل الحريات اسا؟ قال المنبر ده لابو دي جيف ليه؟ لانه الشغل ده بفضل الله اكتر شغل مؤسر في البلد دي وده الغايزة العلمانين المر الفاتت حكوا لنا قصة الطعمية كل واحد يخش طعمية وكلته الطعمية هس الليلة كل واحد يخش ما دارين شنو؟ ما دارين جه ده ستاني يمكن واحد يخش يقول كده برضه يمسكوا لهم حاجة ويلوكوا فيها يلوكوا فيها يلوكوا فيها قالين بيقدروا يفشلوا المنبر ده ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى اها قال 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 العلمانية اوسع وضرب مثال بفرنسا والله ده رد على نفسه براه المانع الحجابية دولة المانع الحجابية دولة بعد ده كو ماشي قال كلمة خطيرة بعض الناس ما فيهمها قال شنو؟ قال منع التعرية التامة ومنع التغطية التامة انا بشوف انه ده ما صحيح آه منع التغطية التامة دي نحن معاك فيها ده ما صحيح ما يمنعها نحن ذاتنا بنشوف منع التغطية اصبر يا زول نحن ذاتنا بنشوف انه منع التغطية التامة ما صحيح ما يمنعها لابد يكون في تغطية تامة للمرأة لكن انت قلت برضو بيشوف منع التعري التامة برضو ما صحيح دائرة الناس مشوا عراد او دا سجلوا بالكاميرا بل تكنولوجيا زا تسجلوا كلامك بالنص دائرة الناس مشوا شنو عراية كده خل أي حاجة أسأل قلنا لك ملس بتقدر خل أي حاجة يا ناس النازل والله ناس ناس ما باء من أي حاجة ولا يدروا ما يقولوا يا ناس ما يدروا ما يقولوا العلمانين دي لأنه زا آتوا في واحدين بيجوا هنا زي واحد جاء قبل كده في ممبر هنا خليه طيب قال انتوا بتنقضوا في الحكوماتنا في السودان لكن هناك في السعودية ما قعدت تنقضوا والدليل قال انكم نقطوا قبل كده الكيزان يعني في زمن الكيزان أول نقطة يا جماعة في كلامه ده في فرق العلماء كلهم قالوا كده وبدك أدله وشواهد وآثار وقصص من السلف وغيره كونك تتكلم عن الأحزاب ما في مشكلة الضالة دي لأنه الإسلام ما فيه أحزاب كل الأحزاب دي باطلة يعني الكلام بتاع الأخوان المسلمين والجبهجية والكيزان بتاع نعمل سوي فيما اتفغنا فيه ويعزر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ده من أبطل الباطل أنه ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فددين أشكد بعض العلماء قالوا لو كان للإسلام ركنا ثالثا سادسا لكان الأمر بالمعروف والنهي أنا المنكر فددين ما ممكن أي حاجة اختلفنا فيها ناس اختلفوا في الله نعزر بعضنا بعضا ناس وحدين قالوا ندعو الله وحدين قالوا ندعو الشيخ صاحب القبة زي ما بيعملوا الصوفية نقول لا نعزر بعضنا بعضا كل واحد ونعزمهم غدا في قاعدة الشارقة ويأكلوا ومعالي ومصه يدونه ومتخرجوا زي ما كان بيسو الكيزان ده باطل في أمر بالمعروف ونهي عن شنا جماعة المنكر وده سبب الخيرية في هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فما في أحزاب فكونوا نحن ننكر الأحزاب ونرد على الأحزاب زي الكيزان كحزب زي الاتحاد الديمقراطي كحزب زي الصوفية كأحزاب تجانية وسمانية وقادرية وسجم رماد وغيرهم كونوا ننكر الكلام ده بعد ذاك لو فيه حاكم صوفي ونحن أنكرنا التصوف ده ما حرام ولا فيه غضاء ده أصلا ما وده لما محمد بن حنبل كان بيرد على المعتزلة وكان بيرد على الجهمية وكان بيرد على الأشاعر وعلى غيرهم والمامون كان الخليفة كان الحاكم مقصود كان الحاكم وهو معتزلي ما فيه مشكلة لكن لما نقول يتكلم عن المامون أو أدعو عليه مع أنه هو العزب المامون جلده كان يقول له كانت لي دعوة مجابلة دعوت بها للحاكم لأنه بصلاح الحاكم تصلح شنو؟ الأمة أو تصلح الرئية فذا ما فيه مشكلة لأنه في الإسلام ما فيه حاجة يسمي حزب حاكم فيه شخص حاكم شخص حاكم لكن ممكن يكون الشخص الحاكم ده ارتكب خطأ انتما لشنو؟ لحزب فكون انتما لحزب ده ما بدي العصم لشنو يا جماعة؟ في الكلام ضده للحزب لأنه الحزب ده ما حاكم لكن فيه شخص واحد منه حاكم ده خليه بننصح في السر والرسول قال كده ما خوف نحن بنطبق أحكام شرعية ده ما خوف وأكبر دليل إنه ده ما خوف إنه مواقفنا ما قعد تتغير أبدا لأنه ده الكتاب والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده شنو؟ فلا يبده حالهن مواقفنا ما قعد تتغير داك بحلقوم داك اسم هنو؟ مهرهن شنو أبعرفه؟ ود كده كان في السورة دي جنب قالوا ده اسمه خطيبة السورة أها وأطلعوا وسووا قام مسك لناس الحرية والتغير بعد ما مسكوا قالوا اقسموا بالله إنه سنة ناس الحرية دي الما حيقعدوا أجابوا منو؟ يا خطيبة السورة سورة يا تبا النص أجابوا منو ديل أجابوا منو؟ ما جبتوا منتا بعد دا بيقول كعبين كويسين دا موضوع تاني لكن انت جبتهم بحلقومك دا كنت سبب مباشر فده تبدل في المواقف واضح جدا ناس على الحاج كان بيقولوا الإسلام قبل القود ما عارف ولا نموت إلى آخره لما نجمعها جو العلماني مجاوب التلفزيون هالساعة قريب قال لي رايك شنو بالعلمانية؟ قال العلمانية حاجة حلوة يعني زي حلا ولا كوم دا على الحاج دا تبدل في المواقف الترابي كان يعمل عرس الشهيد وشهيدنا عرس الليلة والليلة هو يا ليلة ويشيلوا ثلاثة صباحة جبنة وأربعة كيلو دكوة يودوا للمرى الغلبان يقول لي ابنك مات شهيد يودوا لي أول ما شأتهم أربع رمضان شلوت في نص راسه قال ما في شهادة والجماعة الماتوا فطايس وما في حور عين بل هو حور في العين تبدل في المواقف نحن قاعدين هنا الخروج على الحاكم المسلم الظالم ما بجوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج على أميري قيد شبر فمات فميتة جاهلية رواه مسلم في كتاب الإمارة ورنا تغيرنا تحدد ورنا تغيرنا وين ورنا تغيرنا وين النصيحة للحاكم بسر ما خوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وشوف ده المتناقضين كيف بيسموا كلام الرسول ده إنه الحاكم ينصحوا في السر وما ينصحوا في العلانية بيسموه شنو بيسموه خوف خوف وخور زي ما بسموه نز عبدالحي يوسف الفاشل الضال بيسموه خوف وخور شفت كيف وبيسموه رضا بالجهل لما نجي الرد نحن ذاتنا على عبدالحي وأمثاله وحتى العلمانين لما نرد عليهم يقول لنا أخبر راحة وتعالوا لنا بالسر طيب قبل ما قدتوا النصيحة ديك بالسر ده خوف ما قدتوا كده ده برضو تبدل وتناقض في فتاوى هؤلاء المنهج السلف ومنهج السلف الصالح الصحابة القرآن والسنة بفهم الصحابة وروني اتغيرنا وين تحدي مفتوح تحدي مفتوح علماني ملحد شيوعي إيطالي تعال وريني اتغيرنا بتين ده منهجنا توحيد واعتباع النبي عليه الصلاة والسلام ده يريني النازل تعبد الله براو ما تعبد فكي ولا قبة ولا شيخ طريقة ولا تمشي تعصر لك كرعي شيخ ولا يبزغ لك في راسك بزغ لك مخيت له في راسه طوالي عرفت كلامي؟ ده منهجنا نحن ما تغير منهج ده ما تغير قاية زيمه زيمه ما تغير أبدا ولا بتغير لكن أنا كبشر ممكن أضل فلان كبشر ممكن يضل لكن المنهج ده ده الوحيدة الما بتغير لأنه منهج ربنا ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن ده من عند الله شكرا ما في اختلاف ولا تناغب بعد ذاك قال قال لابد ليكون الرد أو التغيير وكذا على مستوى الجميع في السعودية وفي السودان ايو على مستوى الجميع لما نقول الغنة حرام نقول الغنة حرام في كل حتة في السودان في السعودية في اليابان كله حرام كله حرام نانسي عجرم حرام عجاج حرام قلعة حرام في سفنجات كله حرام قاعد نستسنى حاجة نحنا ما قاعد نستسنى اي حاجة داك اسمه منه داك محمد احمد حسن عجبهاجي شيخ الكهزان كانوا قدمنا نباب التلفزيون الله رايحنا منه المهم سأله سؤال شوف نحنا كده ولا ديلا جماعة ديلا قالوا لي رايح شنو في المصافحة عايين كده لقى جماعة بتعندقون لو قال حلال بنجمو عايين كده لقى صوفية لو قال حرام بنجمو قال والله اقول لكم حاجة اذا دخلت عليك البيت ومدت يدها صافحة اما اذا دخلت ايت عليها ما تمد يدك تصافحة رضيته رضيته هتقبل الله والله زيدة نحنا ما اننا كلام زيدة المصافحة حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يطعن احدكم بمخيط من حديث من حديث في ام رأسه خير له من ان يمس امرأة لا تحل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا امس ايدي النساء رواوة الصيوط في الجامع وصحة والالبان في صحية الجامع ما في موسيقى تعالنا اقشنا في اي حاجة بالعقيدة في التوحيد ده اساس الدين التوحيد وانت ماشي في اي حاجة ناقشنا والله ما عرفنا بينقول شنا جماعة الله اعلم لكن ما عندنا لولوة لولوة اصلا ما عندنا لولوة عند الجفهجية وعند الصوفية وبها اختم يا غجابين شيخ تعال مكاشفية البيل بيلبسوا قرون ديه شوف شوف اللعب واللولوة وبالدين كيف قال نحن طبعا الفقرة ليشجع قال ريال مدريد وبيدلعوا كمان يقول الريال والله زيدا قالوا ناس ريال مدريد قال استغاسوا بينا قال استغاسوا بالفقرة يعني لعبة كورة صوفية ومشركين بيستغاسوا بيوه المهم قال استغاسوا بينا وقال انا طبعا بحب رونالدو ده جدا قال ده شيخ الطريق يا ناس نحن معنا نحن نتكلم عن شيخ الطريق المكاشفية في السودان وده لغاه في التلفزيون معاه مزيع بليد قاعد معاه جبهجي وقال له وهي والله الفقرة دعو ليرال مدريد ومفاز على ثلاثكو زيدا ده لعبة الاسلام يا اخ ولعبة الدين ولا يمكن لهؤلاء المجرمين عبادة القبب والقبور ومشايخة الطرق الصوفية لا يمكن ده لكم بمسؤول الاسلام لانهم بيلعبوا بالدين وبتلولوا في الاسلام ولا يمكن لجبهجيه دهل المجرم الواحد يفتي فتوى الصباح يغير بالليل ليه من اجل دراهم معدودة زي ما قال دهك بتاع مصر الفات مسلم مبارك قال يروع عنه انه قال قال هم دول علماء دول تديوا فرخة يديك فتوى زي دهل لا يمكن يكون دهل علماء دين اصلا علماء الدين واضحين ما احله الله فهو الحلال جو عن اي علماني وما حرمه الله فهو حرام جو عن اي ملحي ده الدين دين واضح ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتوقعوا قال العلمانية بتحترم الكل وما بتدفع الناس الجزية يعني الجزية عدم شنو؟ احترام والجزية دي قرآن عقيدة ربنا قال حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون والجزية دي يا جماعة المسلم ده المستطيع بيدفع زكاة وكذلك غير المسلم من الكتابي اليهودي او النصراني وبعضهم الحق بهم المجوس على خلاب بين العلماء ديال برضو بيدفعوه شنو يا جماعة؟ جزية خلي ده ده عرفناه الآن امريكا دي مش رأس العلمانية الآن اي زول في الشعب الامريكي بيدفع جوه نخرته ضرائب وبيدفع اتاوات جوه نخرتك بل لو دائر لو دائر اي حاجة تبني بيت او تسكن في بيتي ملكوك ليهو بيدوه قرض ربوي بيدوه مية عشر الف دولار مثلا يعني ترجع اطماشر الف دولار ولا بنجموك بالقانون استغلوا الضعفة واستغلوا المساكين عرفتها؟ بيشيلوا منك اشياء ويورطوك في اشياء هي محق للبركة محق للبركة كما قال الله سبحانه وتعالى وبيشيلوا منك ضرائب كثيرة جدا في كل الدول العلمانية كده ورينية دولة العلمانية ما بيشيلوا من الناس وريني والضرائب دي ما عنده حد ذاته يحدها ابدا ما عنده اي حد يحدها ودي حرام في الاسلام لكن الزكاء اللي هي حكم وركم من اركان الاسلام عنده حد شنو يا جماعة يحدها في انك اول حاجة شرط عشان تخرج الزكاء يتوفر فيك شرطين الشرط الاول ان تملك النصاب اذا كان من زكاة النقدين الفضة او الذهب او القروش ما يعادل خمسة وتمانين جرام من الذهب فما فوق ده النصاب ملكته الشرط التاني يحول عليك الحول يتم سنة بعد دي يكون عليك زكاء وفيه ده بيطلع منك الربع العشر اما الحبوب والثمار اذا كان بتزقيها بدون كلفة كميها الامطار وكذا بيطلع العشر وآتوا حقه يوم حصادي اما اذا بتزقيها بكلفة بيطلع نصف شنو؟ العشر بعد ذاك بهي مثلاً عام بيطلع منها زي ما هو؟ معروف ده دي الزكاء وبطعطى ما ما بتشين الدولة الزكاء بطعطى للاصناف التمني الربنا ذكرهم في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين الاخر بدوها تاني راجع لشنا جماعة؟ تاني راجع على الشعب ذاته المسلم تاني راجع عليهم ومن التناقض العلمانيين يقول لك نحن نحيي الاشتراكية اشتراكية يعني شنو؟ الناس ما يكون فيهم غني وفقير الغني يشيله قروش ويتساو الناس كلها كلها يتساو ده ما قاله ظلم لكن لما نشيله من الغني نسبة معينة المسلم نسبة معينة زكاء وهي قليلة جداً ويدوها للمسكين وللفقير وللمديون يقول لده ظلم لما نشيله جزية زي ما شاله الزكاء من المسلم المستطيع يشيله جزية من الكتاب يحموه بها ويحافظ على عرضه ويحافظ على ماله وإذا جعدوا من بر دولة الإسلام جا يكتل النصارى أو اليهود أهل الكتاب القعدين جوا دولة الإسلام واجب على الحاكم المسلم والجنود المسلمين يدافع عن النصارى واليهود القعدين يدفعوا الجزية جوا دولتهم دي يدافع عنه وإذا ماتوا في الدفاع عنهم يكونوا شهاداء المسلمين دي ده لي ما قلت انت ولابد غبشوا الحقائق ويزوروا الحقائق فالمسلم بيشيلوا منه زكاة وده بيشيلوا منه شنوه؟ جزية ده الموضوع كل يعني وفائدة الجزية بترجع على النصراني واليهود ده ذاته كما أن فائدة الزكاة بترجع على المسلم ذاته لا أتفهم المسلم ترجمة نانسي قنقر